طيب يوسف العماري اللي عامه كم خطف هذا عام 1417 ايضا المتهمة دخلت على ام يوسف كانت نايمة ام يوسف استغلت نومها وخطفت يوسف طبعا لما استيقظت في جزيين مهم لما استيقظت ام يوسف لقيت ورقة جنبها مكتوب فيها عبارة يعني اطبع اني سوف نعيده بعد عشر ايام طبعا هذه الورقة استخدمت لاحقا كدليل من ادلة الاتهام على المتهمة في القضية لا بسعريني افهم هي اتخلت عليها وهي نايمة اي نايمة وقعدين وخطت الوالد وحطت الورقة دي طبعا قامت ام يوسف لقيت الورقة موجودة الورقة طبعا دلها من 1417 هي كانت موجودة عند الجهة الامنية قدمتها ام يوسف نهاب العام استخرجت هذه الورقة وطلبت عمل مضاهات للخط الموجود في الورقة مع خط المتهمة الاساسية وظهرت نتيجة المضاهات وجود تطابق في الخط يعني الخط الخاطفة هو نفس الخط اللي لقيتوه وكان في اي مستشفى الخطف هذا اللي هو يوسف في الدمام واللي بعد في الدمام ايضا يعني اول عملية الخطف الاولى في القطيف والثانتين في الدمام والثانتين في الدمام صحيح اه ترجمة نانسي قنقر